اشتركوا في القناة 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 ما هيفضل ومازال انت عارفة احنا تكلمنا قبل كده في السيزن الفتح عن الخوف من الولايين انا عارفة انا عارفة والله بس حقيقي حقيقي من البيجات الموثوقة جدا جدا انا جربت من عندهم كل حاجة سكيرت وبلوزة وكل حاجة اي ميزة عن اي بيج تانية حاب نشتري منها سواء اونلاين او موجودة الميزة انهم الوردر بيوصل فمعيده ما بتأخرش مهما كانت النتيجة الماتريال تجنن تجنن حقيقي يعني زي ما بنقول هو collection شتوي فعلا هو collection شتوي مش حاجات خفيفة مش حاجات مثلا القماشة بتاعتها مش كويسة لا ماتريال عالية جدا حلو او حتة الصيز برضو بيكون وصل زي ما هو ولا زي ما تأكلم الصيز بالزبط يعني انا حقيقي طلبت الصيز بتاعي بحاجات معينة جالي بالزبط يعني بصي ناس مكتهدة جدا ويستحق هم عندهم تقريبا قرروا عن نص مليون فهما بشاء الله يعني يعني بتجا ده ما كان هم موجود هنا في الكاهرة او موجود هنا في الكاهرة وكمان شغلين اونلاين طيب حلو قوي وليه بقى البراند بتاع اللبس الموجود الفترة دي هنقول ان هو ايه يعني نقدر نقول ان البراند زيتونة مش مثلا بدأت من كام يوم لأ براند زيتونة شغالة بقالها سنتين من البجيات الكبيرة والضخمة جدا ان هما بيعملوا ايه بيعرفوا البنت ان هي ممكن تلبس صيحات الموجودة كلها بطريقة شيك بطريقة لطيفة وبطريقة ان هي فعلا بنوتة محجبة او ساتة محجبة كده وفي نفس الوقت بحاجة بسيطة والاسعار كمان والاسعار جميلة يعني حتة البنات بتركز دايما على الاسعار الاسعار جميلة جدا علشان الجماعات او سواء الشغل دايما بحتاج ان احنا نشتري اول باول اكيد وهم كمان بيعملوا يعني اوفرز كتير وحاجات كتير من نادة ولما بيلاقوا كمان ان العميل طلب كذا بيز بيعملوا تخفيض حاجتين كده يعني بتعطي البراند يعني طيب حلوة وتنصح البنات بقى تتعامل معاهم من ناحية ايه يعني بصي يعني نصحتي نصحتي لاي بنت فعلا محتاجة تشتري كذا بيز للكوليكشن الشتوي او ان هي تستعملهم في الشتة السنة دي براند زيتونة بجد تستحق ده من ماتيريال من تعامل من طريق تعامل يعني في بيجات بنتعامل معهم نحس ان احنا مش مرتاحين نفسيا حتى في بيجات بتقولك لا تدفعي دي بوزت في البداية او تدفعي المبلغ كامل لا خالص دي تدفعي المبلغ عند الاستلام مثلا او زيتونة بتستلمي بتشوف الأوردر مناسب هو ده تمام اوكي انا خلاص ببدأ حاسب حلو جدا فيعني انا بنصح البنات يعني بشدة وجد يعني من الحاجات الاول مرة اتكلم فيها لان انا عجبتني او الماتيريال مش اي بيجي الحقيقة بتعمل الماتيريال بالجودة دي فاهميني او بتكون دايما في حاجة اللي هي قبي او تلاقي في حاجة او اما الماتيريال انه هو يكون مظبوط قوي دي جديدة فعلا فعلا يعني دي حاجات ضعيفة جدا ممكن تلاقيها بتظهر كده بس فهم ما شاء الله عليهم براند جميلة جدا وشغلين على كل صيحات الموضة سنة دي 2020 حاجات تحفة شغلين على الجلد وعلى القطيفة وعلى كل الستايلات كل الستايلات بجد تحفة وزي ما عرضوهم كده على التيفي كمان انا هنزلهم على البيجي بتاعتي وكمان على البيجي بتاعت البراند يعني من الحاجات الحلوة او ان شاء الله الحاجات اللي هيكت موجودة معنا على الشاشة صح كده؟ او او تمام عايزيكي بقى كفاشن تقولي لي هل فعلا المشكلة اللي البنات بتشتكي منها دلوقتي ان الحاجات بيأثر على لبسه مش بيخلينا مبسوطين بي او مش بيخلينا مستمتعين بي ولا دي حاجة مجرد كلام بس على الشاشة لا لا ده فعلا ده كلام بس بسي احنا هنتفق من البداية ان احنا مكنيش كده يعني انا كفاشن بلوجر مبتديتش ان انا بقى لبس درسايت وسكرت وكلام ده خالص لا انا بزي زي قبين تطلعت لقيت فناطيل ضيقة بلو زيت قصيارة فلبست يعني على حسب مكان موجود بقيت تقريبا من الحاجات القصيارة والضيقة دي بقيت بس بتتاخد في مفهوم اللي هو اسبرتيف قوي اللي هو رايحة نادي رايحة جمه بيكون حاجة دي لنا لبسها وطبعا الحاجة المعروفة انا ما بعرفش اتحرك في السكرت ما بعرفش اتحرك في الدرسا دي اللي يعني لك امعروفة انا عرف الناس هتتظن مني قوي في الكلام بقى بس لا دي الحقيقة احنا دايما انا بقول العايز حاجة بيعملها حتى لو ليها عواقب تانية دايما في كل حاجة انت بتاخدي الكافة التقيلة من الحاجة اللي انت بتختاريها لقيت كافتها تقيلة ولقيت انها تستحق وفيها شوية عقبات او فيها شوية عيوب بسيطة مش مشكلة اهم حاجة انا ماشي صح ويعني هو دا اللي انا اخترته وهو دا اللي انا عايز اكمل فيه السؤال اللي بقى متاح دلوقتي اوي وناس كتير بتشتكي منه واشهر البلوجرز كمان تكلموا عليه جو المسابقات علشان فولور زيت زي اه الموضوع دا عامل دوقت بيها جدا عايز اقول لك انا لما تكلمت في الموضوع او اتنقشت مع حد فيه كان بيقولي ان هو المشكلة في ايه ان هما الناس دي بتتفق ان هو تكون البيتجة عليها مثلا خمسمائة الف سبعمائة الف وفي الاخر يبصوا يلاقوا كم خمسين الف بس ما كملوه سبعين الف اللي هو بيخسروا فلوس كتير بوسي اقول لك على حاجة هو انا الموضوع دا يعني انا من الناس الفاشن بلوجر اللي مش بتايد الموضوع دا بوسي هو انا اكيد يكون شخص يعني شوية بيجي بتاعته زغيرة مش كبيرة فانا حاليا عندي خمسة وعشرين الف بوسي يعني مش هقولك ان انا مجهودي وكده ومعاملتش حاجة لا حقيقة انا معاملتش حاجة يعني انا كنت بتعمد اللي يدخل عندي لما يعمل الفولو يعمله هو مقتنع بالشخص دا عارف ان هو يستفاد منه شوف الشخص دا بيعرف يلبس بيعرف يخطر الالوان بيعرف يفيد بالزبط انا مش داخل عشان المسابقة وهياخد منك حاجة معينة وبي باي مش عايزك فعلا فاشن بلوجر طلعوا وكلموا قالوا ان هم مجرد عدد موجود وما فيش اي اكتفت وبعدين المسابقات بيعملوا عنفولو بسرعة طبعا يرجعوا للموضوع اللي هما كانوا فيه في الاول اصلا وعايز اقولك على حاجة من الحاجات المش نطيفة مش مجدية ان هم بدأوا ان خلوا الناس سوري جشعين عشان اخد مبلغ او اطلع من رحلة او اعمل كذا مش من الحاجات اللطيفة بس نقدر نقول ان فيه ناس بتستخدمها في حاجات كويسة يعني مثلا فيه انفلوانسر يبدون ذكر اسماء يعني ما شاء الله عليه طلع غريمات من السجن بجعدد كبير تبطي حاجة كويسة حلو جدا بسبب برضو مصابقة دي حاجة كويسة ده بقى الجانب الايجابي في الموضوع بس اما الجانب السلبي اللي هو بيخسر الناس فلوس بالضبط حقيقي بطاقله فات حقيقي يعني انا شفت بصت عند حد من الناس برضو المشهورة جدا على الانستجرام كان بيتكلم ان هو بسر مبلغ محترم ما يقرب من خمسين ستين الف جنيه عشان يوصلوا للعدد فلوس معين وموصلش للربع اصلا بالضبط دي حقيقة اه فهي حتة المستبقات دي فعلا حتى الفاشون كلهم اتكلموا فيها والفاشون كمان اللي بيبتدوا علشان يظهروا يعني انا عايزك اتنصحيهم نصيحة ان هما لما يبتدوا يبتدوا تقريبا بلبسهم هما وشكلهم هما والحاجات بتاعتهم هي بصي سوري انا اساك والناس بتحب تسابق الزمن احنا حاليا حتى يعني كباشا عاديين جدا بنسابق الزمن حقيقي انا مستحيل يعني اصبر ان انا ابقى صغير لو اطلع واحدة واحدة طيما فيه ناس بتزبق انا باطلع على مالي بس فيه ناس طالعين بطيارة بصاروخ فاصبح فيه برضو هنلفوا وندور لنقطة الجاشع الناس بصي الموضوع بتداد ازاي ان الفاشن بلوجر بقت بتحكم على اي حد بتشتغل معي ان انا اللي هي بودجت معين او سلر معين هشتغل على اساسه لانها ايه بتبقى مبسوطة او بتبقى عارفة ان انا عندي فولورز كتير او صح يعني هو اصلا السبب الاساسي مش هلاقي انسب بني بمانا صح او السبب الاساسي في الموضوع ان انا بختار مش بس بختار اللي هتبين ان البراند بتاعي كويس لا هاختار ان عندها فولورز كتير فالبراند بتاعي هيوصل هو ده بقى ودين هزرية مش لطيفة خلو فاصبح بتوعب البراندهات برضو بدأوا زي الانفلوانسر وزي البلوجرز لا لازم تكون البراند بتاعتك وصلت كذا فيخلو البلوجر تنتقل لحطة ايه ان انا اعمل مسابقات وادفع فلوس عشان العدد يكبر طب في اكتفتي عندك مفيش اكتفتي عندك الناس مش اكتف مفيش دي المشكلة بتلاقي حد عنده بتاع مية مية وخمسين والبصي تلاقي عدد اللي فوات او اللي فيوم تقريبا ما يعديش الخمسة بالزبط في برضو بعض البلوجر الايام دي زادوا بطريقة واهمية يعني ممكن تلاقيهم فوال 300 الف زادوا في يوم واليلة فالناس كلها صغربت قلة ايه ده طيب يا بوسي انا عايزيكي بقى حلقتنا النهاردة اصلا مسعفت ناش اللي احنا نتكلم كتير انا كنت عايزي استنزف منك كتير بس ايه متأخر يعني عايزيكي بقى كده قبل ما نختم تقوليني نصيحة للبنات المحجبات عن كوليكشن الشتة الجديد اللي لازم يخلوا بالهم منه حتس الالوان كمان عايزيكي تتكلمي عليها ونصيحة كمان للناس المحجبات اللي دايما متضررة انه هو هيبقى في الشتة نلبس ايسكيب احسن نلبس الحاجات دي احسن بدل التطلع بوسي هو انا هرجع واقول نفس كلامي المعطادي اللي بقوله على البيت بتاعتي او حتى على التلفزيون وكده انه اللي عايز يعمل حاجة بيعملها انا عايزة التجر للبس اللي بيسة اي ان كان بجد انا في ايه هلبسه هتصرف هفكر هجيب افكار وحقيقي الموضوع ما بقاش متعب زي الاول احنا بقى عندنا نطاق واسع جدا للبس اللي واسع حقيقي ما شاء الله بجد يعني انا مبهورة مبهورة لدرجة انه حتى السوق حاليا بتاعنا بتاع الوطن العربي عموما كله بقى لبسه واسع ليه بسبب ايه بسبب البلوجرز اللي طالعوا جماعة فيه سكرت كذا بتبقى حلوة جدا ومريحة وفيه درس كذا بيبقى مريح لو لبسنا عنيه كاردجان هيدفينا لو لبسنا عنيه جاكت ووتر بروف هيدفينا الووتر بروف ده اللي هو بيعني ضد المية هو بيبقى كبير كده وضخم فينا البنات كتيرو تحبش تلبسه بسبب انه هو بيدخمه وكده لا ده حلو جدا حلو جدا وبيدفي جدا وينفى على سكرت وينفى على درس سك وينفى على جيبابانس وينفى على كل حاجة فانا عايزة اعمل كده مليون حاجة ممكن تساعد كل حاجة ممكن تساعد فانا نصحتين البنات انه هما لو عايزين يلبسوا فعلا واسع في مليون طريقة كفاية البلوجرز وكفاية البجيت الانلاين بتاعت الحجاب يدخلوا حتى يتفرجوا مش مباقولون تقريهم الفرصة انه هما يشوفوا فعلا فعلا والالوان حلول الالوان تجنن حتى فيه ناس تقولك لا البس الواسع الالوانه دايما غمقوا كده لا بالعكس الالوانه جميلة جميلة وبقى فيه فرص كتير قوي متاح لانا فرص كتير قوي فيعني انا بتمنى للجميع انه يتجه الموضوع ده بجد ان شاء الله بوسي انت شرفتيني النهاردة وعارف انت ان شاء الله تشرفيني في حلقات تانية كتير هنتكلم فيها عن كل مواضيع الموضة وسويا الاول فترة بتكون موجودة او سويا الديتيل اذا كمان اللي بتكون موجودة في دولابنا انا بشكرك النهاردة على وجودك معنا وان شاء الله نقبلك تاني في حلقات تانية جديدة مشاهدين هنطلع لفاصل صغير نستقبل ديف الفقرة التانية ونرجع لكم بعد الفاصل